السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس هنتعرف على بعض أنواع المتغيرات في جابا ونبدأ بأول نوع اللي هو الانتجار نعرف هذا المتغير بالانت هذا أول نوع كتبته اللي هو بالأحمر هذا النوع المتغير يعني شنو نوع هذا المتغير بعدين ننطي اسم لهذا المتغير مثل نكتب num كل استيتمنت بجابا لازم تنتهي بسيمي كولن بشكل العام نزيان فهسا الآن أني يسموها يعني أني أنشائت خلو نقول أو عرفت فالمتغير بس بعد ما نطيق تأي قيمة هذا المتغير نوع انتجار انتجار معناتها رقم صحيح رقم بدون كسر هذا معنى الانتجار هذا اسمه ونهاية الستيتمنت لاحظة ده أشير السيمي كولن يصير عندي ارار فلازم سيمي كولن بالأخير الآن هذا المتغير اللي هو كل متغير بالعادة بالنتيجة حيحوي حيضم داخله فد قيمة الان شون نخليها قيمة بهذا المتغير انتر هذا المتغير ما لاته اسمه نخلي علامة يساوي وننطي قيمة على سبيل المثال أربعة أيضا بالأخير سيمي كولن الان خلينا قيمة أربعة بالمتغير اللي هو نوع انتجار لاحظ هاي الخطوطين سويتها ممكن أسويها بخطوة واحدة اكتب انت نم تو يساوي خمسة أو أربعة بعد ما يفرق هذا متغير ثاني اسمه مختلف بس نوعه نفس الشيء انتجار الآن أنا حلغي هاي أو ألغي هاي الخطوة حعرف نوع جديد الآن من المتغيرات بس خلي أقلي لهذا ال space حسامي سترينج اللاحظة الآن السترينج لازم أبدي بكاربتل لتر اس ومستقبل النوع فليش سترينج السترينج هي مجموعة من الكاريكترز أو مثل الجملة معناته المهم الآن حعرف متغير نوع السترينج حنطي اسم أو لابل إن سمي ستر على سبيل المثال مختصر لسترينج يساوي الآن من أن أعرف سترينج لازم أستخدم كووتس فأقول هاي شكل كووتس سمي كولوم بالأخير الآن أنا عرفت متغير اسم سترينج نوع ستر عفو اسمه نوع سترينج قيمته لا شيء بس هو الآن بي قيمة قيمة مالته هذا الفرعب كل شي ما نقول لا شيء أو ممكن أضع شيء بها اللي احنا مثل ما قلنا مثلا خلنا نقول we are started we are started مزين حتى الآن حمسح هذه الجملة مننا وأخلي اسم المتغير ستر داخل العبارة اللي هو system.alt.print bracket سمي كولوم بالأخير الآن click على الرن button طبعا يحتاج نسيف الآن we are started الآن حنتعرف على نوع جديد أيضا من المتغيرات احنا هنا نأخذنا انتجر اللي قلنا هو رقم صحيح أما الآن حنتعرف على شو نقدر أرقام ندخل أرقام اللي هي مو انتجر أرقام كسرية أول شيء نعرف هذيني الأرقام بنوع double so d-o-u d-l-e ننطيل الرقم مثلا d-num نقول يساوي 3.34 مثل هذا الشيء سمي كولوم بالأخير الآن نقدر نبدل أو نطبع شيء جديد system أنا لح أطبع هذه يعني الرقم هذا سأطبع على فوق هذا السترينج حنعرف هنعرف السليش system dot out dot print الآن ما رح أكتب بس print حظيف ln ln اللي هو l-newline هذا مختص l-newline ln أو إشارك هنا نحن أكتب d-num الآن لاحظ من أسوي run button سيف طبعا أنت تستطيع سيف ctrl-s أيضا لاحظ على سطر طلع لي هذا الرقم انطبع وعلى سطر جديد انطبعت هذه الجملة هذا شون نزل على سطر جديد إجتي من l-n إذا تر نلغي هاي l-n نقول run سيف لاحظ على سطر واحد إذا هاي شون جانت الفائدة نحن ننهي الدرس ونكمل بدرس قادم إن شاء الله مع السلامة